مصر يعني أنا حاولت دلوقتي وأنا بقدم أننا يعني نقول أبرز الحاجات أو أهم الحاجات أو أهم المكاسب أن مصر هتستفيد منها اقتصادين وأن احنا هنقلل الضغط على الدولار طيب خلينا نقول أنه فيه ثلاثة اتجاهات أو استفادت مصر فيه ثلاثة اتجاهات اتجاه الأول وهو القريب العاجل أيوة ده اللي احنا عايزين نعرفه القريب العاجل القريب العاجل أنه مصر بالفعل خطوة خطوات جيدة في اتجاه تخفيف الضغط عن الدولار وده وفقا للبيانات الرسمية أعلن من فترة وجيزة أنه مصر دخلت مع السعودية في مبادلة العملة ومع الإمارات ودخلت مع زي ما حدقتها فضلت في مقدمة الحلقة مع الصين على غرار اجتماعات الحزام والطريق من فترة بضع شهور يعني أنه وقعت اتفاقية مبادلة ديون باستثمارات وبالمناسبة مصر لها تاريخ كويس جدا وجايد جدا في مبادلة الديون باستثمارات مع شركاءها التنمويين في أوروبا وعدد من الدول أو شركاء الدوليين إذن إحنا أمام مرحلة قصيرة جدا وفي إفراجة قوية جدا في سوق الصرف أنا موضوع جدا يعني أيها يعني موضوع جدا لعدة أسباب أولا أزمة الدولار أو ما يسمى أزمة الدولار يعني هي عرضة وفي طريقها للزوال عدة أسباب في طريقها للزوال عدة أسباب أولا الأسعار الحالية اللي موجودة في صرف بس مالش هسألك سؤال في طريقها للزوال بنتكلم على المدى القصير ولا بنتكلم على المدى الطويل مدى القصير لازم لانه السعر اللي موجود هو سعر مبالغ فيه في حدود يتجاوز الثلاثين في المائة فمبالغ فيه نتيجة للمضاربات مضاربات عشان كان عندنا مشكلة واردات يعني هي العملية معقدة جدا فيه عدد من المتغيرات تزامن انه حدوثهم في نفس التوقيت عشان تفك الاشتباك ده محتاج انه ياخد سموز كده او ياخد وقت طويل كده عشان نقدر ان احنا نفك الكعبالة دي اللي موجود عشان كده انا متفائل بـ 20-24 بكل تأكيد هيدي فرصة للاقتصاد المصري انه هو ينتعش مرة تانية خصوصا انه الاستفادة من الوجه التاني احنا بنتكلم على مستوى الواردات من الطاقة والغذاء هتكون متوفرة بشكل جيد احنا عندنا بدخول السعودية والامارات اذا بريكس هي اعلى تكتل او تجمع دولي بيستحوز على نسبة الطاقة في العالم فاذا ده افراجة الى جانب ان احنا عندنا بالترتيب عندنا روسيا عندنا البرازيل وكان ارجنتين طبعا وخرجت او ما قبلتش دعوة مؤخرا وفقا لبيان الرئيس المنتخب من شهر قبل الماضي يعني فاذا احنا امام سلة الغذاء وجزء من الاسواق الغذاء اللي بتأثر في العالم كله داخلين فيها بشكل قاول فاذا لو على سبيل تدفق وسلاسل الامداد من الطاقة والغذاء وما دول اكتر حاجة بيأثروا في سلة السلع او طبعا فاحنا امام انفراجة قريبة جدا يعني مجرد احنا دخلنا ينطبق علينا كافة الشروط اللي تنطبق على كافة الدول ويمكن ان احنا نتمتع بكافة الاجراءات او الرولز اللي معمول بيها في التجارة البينية ما بين الدول ويمكن احنا وضحنا ان بدأت بالفعل من 2014 مع الهند ومع روسيا اذا بالنسبة للغذاء فيه انفراجة وده اللي بيأثر بنسبة 70% من معدل تدخل فاذا الضغط على الدولار هيقل نتيجة ليه توفر السلع توفر السلع وفيه بديل انا كمستورد مصري مش مضطر ان انا روح هفتح حساب انا لمجرد ان انا هابلغي البنك البنك هو هيسدد عني وانا هسدد بالجنيه ففي الحالة اللي زي كده هيقلل من طالبي على الدولار من سوق الموازية فيقل السعر تدريجيا طبعا الوقت الحالي هو وقت ترقب شديد الكل بيترقب الالية هتكون ازاي الامر حتى كمان عم بستوى الدولي ليه حداثة يعني انا متكلم في 6 سنين 7 سنين فالحداثة يعني طبيعي انه الناس تتوجس خيفة منها ويكون فيه عدم يقين